تدريس القرآن العظيم للأطفال بصفة خاصة هناك طرق تقليدية وهناك طرق حديثة باختصار الطرق التقليدية التي تكلمت عنها وما هت لها الأواهي طريقة اللوح والكتابة فنحن كنا صغارا أنا شخصيا تعلمت القرآن بهذه الطريقة الشيخ يملي علي وأكتب في اللوح بالقلم ثم أقدم له اللوحة للتصحيح فيصحح لي بعض الأخطاء لأنه يكتب عن طريق السماء هذا في الصباح ثم أحفظ لوحي وأعرضه عليه في نهاية الحصة ثم أسرح ثم أعود في المساء فأحفظ لوحي وأعرضه عليه وأسرح وفي الغد أول دخول في الصباح أعرض عليه اللوحة فإن حفظته يقول يمحي اللوحة هو جديد تصور يعني صباح ومساء والمراجعة في الصباح وإن لم أحفظ واصل يوم أو يومين حتى أحفظ اللوحة عن ظهر قلب فأمحوه وأبدأ من جديد هذه الطريقة التي كنا طلقيناه وكان يملي علينا ولا يوجد عنده مصحف فإذا ما كبر الطالب قليلا وأصبح يكتب ثم اللوحة أو ربع أو قذلغي فإنه يستخدم المصحف وينقل منه لأنه أصبح لأن بارعا أصبح له رصيد من القرآن وأصبح له رصيد من الكتابة أو من القراءة تعلم الرسم وتعلم الكتابة فيصبح ينقل منه من المصحف وهذه الطريقة ممتازة وهي الطريقة الأصلية التي تعلم بها رسول الله عن جبريل عن ربه الآن هناك طرق أخرى نظر لتطور الأمور والمستجدات الجديدة إلى آخره أصبحت طرق أخرى وهي دائما تعتمد على التلقين وعلى السماع وعلى المشافة إلى آخره ولكنها لا تستخدم اللوحة هناك من يستخدم الآن اللوحة لكنهم قلة خاصة في القرى وفي الجنوب يستخدمون الألواح لكن في المدن الكبرى عصر السرعة تغيرت الأمور فأصبح يحفظ بالواجهة بالصفحة أو نصف صفحة إلى غير من المصحف مباشرة وهذه أيضا طريقة جيدة يقوم فيها المعلم للطالب أو لحافظ القرآن لمتعلم القرآن بأن يقرأ له قراءة أولى وقراءة ثانية أو هناك آلة يسمعون منها مقرئ الجميع يسمعون ثم بعد ذلك يقرأ هذا ويقرأ هذا حتى تسقل ألسنتهم ويحسنون القراءة ويصبح لا أخطأ فيها يقرؤون بصورة جماعية أو بصورة فردية كل حسب طريقته وبعد يوم أو يومين يستظهرون هذا ثم يذهبون إلى الأخرى وفي نهاية الأسبوع يقومنا بالربط ترجمة نانسي قنقر